لا يألو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهدا في محاولته الرق بين الإسلام وكل ما هو سيء في نهج لا يمكن أن يفهم منه إلا تعمد واضح لتشويه الإسلام والمسلمين غير أن ذلك النهج العدائي للإسلام لم يبدأ مع تولي ماكرون للرئاسة في سنة 2017 ففرنسا تشهد حملة غير مسبوقة في التحريض ضد المسلمين منذ عام 2015 عقب هجوم شرلي إبدو وهجمات باريس في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة آنذاك والتي امتدت حتى نهاية عام 2017 وحل محلها بعد ذلك قانون محاربة الإرهاب ما نجم عنه إغلاق عشرات المساجد وقاعات الصلاة بدعوة رويجها للتطرف بل وصل الأمر إلى أن ترى السلطات الفرنسية في اقتناء كتاب رياض الصالحين الذي ألفه الإمام النووي في القرن الخامس الهجري مؤشرا على التطرف يستوجب إخضاع الشخص للإقامة الجبرية أو إغلاق المسجد الحملة الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين لم تتوقف عند ذلك الحد فعلى سبيل المثال منعت بعض المدن الفرنسية تدريس اللغتين العربية والتركية في المدارس الحكومية بزعم أن تعلم الأطفال هاتين اللغتين يؤدي إلى انعزالهم وتورطهم في أدبيات الإرهاب وفي خضم هذه الحملة المعادية للدين الإسلامي يكرر المسؤولون الفرنسيون دعوة المسلمين إلى الاندماج في المجتمع الفرنسي دعوة يقصد بها بحسب محللين أن يتخلى المسلم تماما عن كل ما يتعلق بإسلامه وبنظرته إلى الحياة وممارسة شعائره وعبادته كل ذلك دفع كثيرا من المؤسسات الإسلامية حول العالم إلى إدانة تصريحات ماكرون الأخيرة التي أساء فيها إلى الإسلام فأدانتها منظمات وهيئات إسلامية عدة منها هيئة علماء المسلمين في العراق والأزهر الشريف في مصر وغيرها من المؤسسات التي أكدت أن تصريحات ماكرون تفتح الباب أمام صعود أفكار التطرف اليميني في فرنسا وأوروبا بشكل عام ما ينظر بعواقب لا تحمد عقباها